الواجه هو المراية طول ما مرياتنا منورة طول ما يبقى عندنا ثقة بالنفس لو المراية بتاعتنا بهتانة دايما بيحسسك بان انت عندك عدم ثقة بالنفس مش فرحانة ومش بتبقي مبسوطة ومت بتتصوري فعشان كده كلنا بلا استثناء خصوصا كسيدات بنهتم جدا 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 من المراية بتاعتنا وبشنا وعشان دايما لو داخلين على سنة 30 خصوصا بنبقى عايزين نحارب التجعيد اما لو في سنة اصغر دايما بتبقى عندنا مشكلة اسوأ وهي حب الشباب فاحنا اليوم حنبحث او جايبالكم بمعنى اصح غسول 3 في 1 غسول هيحارب معاكي مشاكل حب الشباب مختلف انواح غسول هيزيل اصحار حب الشباب بسرعة فورية بيقتل معاكي البكتيريا الي بتكون سبب رئيسي في ظهور حب الشباب وكمان بيساعد على ازالة البسور الموجودة وبيمنع تكونها مرة اخرى غسول رائع جدا 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 بيناسب الكل بيمنع انسداد المسام نقدر نستخدمه بامان وسهولة وطريقة استخدامه سهلة وبسطة تابعوني للنهاية عشان نعرف اكتر طريقة استخدامه ومميزات وسعره واشتراكوا في القناة ولايقات كتير شير كتير للفيديو واسيبولي بقى قلوب تعليقات اكتبولي اسئلتكم وقترحتكم كمان في الكومنتات وحارد على اكبر عدد من الاسئلة عايز اقولك ان الغسور ده قوي جدا بما يكفي لمحاربة حتى اسوأ مشاكل حب الشباب رغوي سريع المفاول بيزيل حب الشباب بسرعة كبيرة جدا بتنظيف فوري بيقتل البكتيريا اللي بيكون بسبب مشاكل كتير اشهرها ظهور الحبوب كمان بينظف المسام الموجودة تقدر تستخدميها على الوجه على منطقة الصدر لو الظهر كمان في الحبوب نقدر نستخدمها عليه بيزيل حب الشباب الموجود وبيمنع ان هو تكون حب شباب جديد طريقة استخدامه سهلة بنبل المنطقة المرادة ان احنا عايزين ننظفها ننظفها وبنبدأ نحط الغسول وبندلك بلطف المدت دي الى دقيقتين ونشطف الوجه كويس جدا بعدها بنبدأ في تكفيف تكفيف الوجه عن طريق الطبطبة وعشان ما يسبب لكيش اي جفاف ففي البداية اللي استخدمي بنستخدمه مرة واحدة بس يوميا وبعد كده ممكن نزوده بشكل تدريجي اهم برضو حاجة ان احنا نهتم بخطوة الترتيب سواء استخدمنا الغسول ده او استخدمنا اي نوع غسول تاني حطرة واستخدمنا صابون ترتيبه هو اهم خطوة عشان نحارب دايما الزهور التجعيد والخطوط الرفيعة اللي تبقى موجودة في الواقع ومننساش كمان حباب قلبي طبعا خطوة الغسول يعني نحاول نعملها خصوصا لو احنا بعد يوم طويل معرضين لأتربة نحاول نستخدم الغسول او منروح غسول بنكوسيل خصوصا لحب الشباب حيبقى مناسب جدا ومننساش قبل الخروب من المنزل بحوالي نص ساعة نحط صنبلوك اواقع لاشاعة الشمس عشان يحمينا من اضرار الاشاعة الفوق بنفس جاية وفي نهاية حلقة اليوم يراب دايما نكون عنده حسن ظنكم لايك شير سابسكرايب واشوفكم في حلقة جديدة ما تنسوش كمان الفيديوهات القديمة تدرد تفرجوا عليها لانها ظهر على الشاشة دلوقتي مفيدة جدا وحتعجبكم شوفكم في حلقة جديدة